مستجدات جديدة وأخبار جديدة بخصوص الدكتور التازي طبيب التجميل والمتابع بتهمة الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال إخواني أخوتي اليوم غادي نتكلموا في هذا الفيديو على المحاكمة اللي دازت بخصوص الدكتور التازي فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم بالبارتاج إخواني أخوتي وحاولوا أنكم تكتروينا التعالق فضلا وليس أمرا إخواني أخوتي اليوم في هذه الحلقة غادي نتكلموا على المحكمة للإستئناف بالدار البيضاء لأجلة النظر في ملتمة الصراح المؤقت اللي تقدم به دفاع الدكتور الحسن التازي إلى الأسبوع المقبل يعني تم تأجيل الصراح المؤقت نظرا إخواني أخوتي التهم المنسوبة الدكتور التازي والزوجة دياله والأخ دياله والممرضات اللي معاه وجهد القرار ديال التأجيل بعد مرافعة طويلة واللي تقدم بها دفاع الدكتور التازي وكذا مداخلات ممثلة النيابة العامة وبناء على ما ورد في تسريبات جديدة إخواني أخوتي فإن النيابة العامة رفضت مطالب الدفاع بتمتيعه الصراح المؤقت متشبتا بكون التهم المنسوبة له التي وصفت بالخطيرة وتستوجب متابعته في حالة اعتقال إخواني أخوتي يعني التهم هنا تابت على الدكتور التازي طبيب التجبيل بتهمة التجارة بالبشر والنصب والإحتيال وتهم أخرى واللي هي المجموع دياله تسعود ديال التهم إخواني أخوتي القضية مش سهلة ولن تمر مرور الكرام الدكتور التازي متابع رفقة سبعة الأشخاص معه بتهم جنايات الاتجار في البشر بالنصب والإحتيال عن طريق عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قصرين دون سن 18 سنة إخواني أخوتي الاتجار بمعاناة وألام المستضعفين والمحتاجين والمعوزين تحت مسميات العمل الإحساني والجمعوي هنا وهناك شوفوني كان دير الخير الغين الفاحش إخواني أخوتي بكل أنواعه والفقر والأمانة أصبحت في أيدي فاسدة الشفرة والنهيب بجميع الطرق وهذا الشي اللي كان شوفوه كي يصدم الكبير والصغير في منصنقع الفساد والمفسدين الكل يلهت وراء الدعم والسحت والحرام أصبحت شبهة واضحة إخواني أخوتي ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فولينا كان شوفو في هذا الوطن العزيز أن جل الجمعيات محترفين في النصب والإحتيال كي يطمعوا في أموال اللي كتجيهم من فاعل الخير المحسنين إخواني أخوتي إلا أنها كتطيح في أيدي الجمعيات الفاسدة والناس النصابة صدمتنا كبيرة في الدكتور التازي إخواني أخوتي واللي هي فضيحة كبرى صدمة واللي هي كبيرة إخواني أخوتي لدرجة فكرتني بتفاصيل قصة الحج تابت الدكتور التازي إخواني أخوتي ماشي شي شخص عادي الطبيب استطاع أنه يولي شخصية عمومية وكون شرعية رمزية وأخلاقية وطنية ودينية عند الرأي العام الوطني وفي الحس المشترك للمغاربة والمغربيات وصبحات وسائل الإعلام الوطنية كتستقبلوا استقبال الأبطال وكتعطيه وكتشير عليه في الألقاب الإيجابية والرموز والنعوت المتنوعة احتو اسمه باسم طبيب الفقاراء في مخيلة الشعب إخواني أخوتي كل شي تلعب معه إلا رب العالمين لأن هذا الفلوس فهي أمانة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى أمانته وليتقي الله رباه وليتقي الله رباه صدق الله العظيم الأمانة دي المواليها ما معهاش اللعب الإنسان يخاف مولاه الإنسان يخاف الله وهدسهم الطبيب دي الجميل رب يعطاه الإنظار للأول وحيد ليه ولده من بني ديه باش يراجع الأوراق دياله ولكن ما بغاش يحشم واسير دابا بدوك الفلوس اللي ديتي العباد الله انت ومرتك رجع بهم ولدك رجعوا للحياة الفلوس راكي يشريوا كل شي واسير شري ولدك ورجعوا للحياة الناس بعادين من رب العالمين بعادين من التقوى بعادين من الدين وسيهم الدكتور غير ما زايد فيه كيصور فقزاز بالعيالات باش يجيب الكليان كتر أنا كان تعجب لهاد النساء الإخوة الكلام اللي كيخليوا الطبيب أنه ويصور لهم المصاصطة ديالهم أبلا قرصون أبلا ويلو كيت ويلدو ويقتلوك بالبوزات أبلا بوزات بوزين سيك في بوز واش هاتشي اللي رجع عادي ولا أنا أخوتي اللي دي قولاس ربي أمرنا بالستر فإذا بتوليتم فاستتروا يعني خاص الستر وخاص الستر عباد الله السيهم الزكتور المحتران كيحيد لهم القراصن وكيتبرع في العيالات وكيبرع معه عباد الله وكيحط في حسابات والرسمية واللي ما يشتري يتفرق الدكتور التازي إخواني أخوتي كان كيدير الكونسلتاسيون بكاتصون ديغام ربعميات درهم غير باش تشوفيه ماشي باش هو يشوفك التقلبات الآية ماشي هو اللي يشوفك ويقلبك ويشوف المشكيل عندك شنو هو هلا وانتي لي كتخلصي ربعميات درهم وكتدخلي عنده التبركي منه ولا هو لي صالح هو عليه قبة الشفراء بالعلالي الشفراء عيني عينيك عيني عينيك ما كيش الحشماء ما كيش المريك ربعميات درهم ناس كون القواة كون مشوكلة وافكرشهم ربعميات درهم اللي انت غديمشي وغي يتبركو منك ويشوفوك ما كيقصوه مش حتى بصبعو وكيخلصو الاستقبال كيخلصو فيه ربعميات درهم باش تشوفي الدكتور تازي المشهور اخواني اخواتي اذا بالمشائر واني نخصونا نخلصو باش نشوفوهم واني نخصونا نخلصو باش نتصورو معاهم واش غنقول لكم حسبي الله يوين يعملوا واكيل كيشفر في الدراوش والناس اللي ما فحلاش والناس سامحة في كرشها مواكلاش ومجو وعارسها باش تمشي الدوز عندها الدكتور تازي وهو كيمصف عباد الله كان خاصهم يعطيوه لقب مصص دماء ما شي طبيب الفقارة طبيب الفقارة بزاف على بحال هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد النصب والحتيال والتجرف عباد الله واش كون كيستدفوا كيستدفوا الدراوش ناس الدراوش هم اللي كيستدفوهم باش ينصبوا علموا حسينين ها هادو والاتجار بالباشر ورواد اخوتي واش غنقول لكم والهضرة كتيرة وسكت خير تعدادة الفضائح ومن لم يموت بالقهر مات بالفقصة اخواني اخواتي ما تبخلوش علينا باللايكات ما تبخلوش علينا بالبارتاج كتيرونا التعاليق وبقي مستمرين معكم في هذا الموضوع الى اخر نقطة اخواني اخواتي وراحنا ما ناسينش النقد والابرام فكنتلقى العديد من التعليقات اخواني اخواتي راني ما ناسيا والو واكيد غادي نتكلموا في الموضوع ذيال النقد والابرام اخواني اخواتي الى اخر نقطة لانو هادا قاسم مشترك بين هاد العصابة واتلك العصابة عصابة حمزة موبيبي كان تمارس نفس ما كان يمارسه السيوم الزكتور التازي اخواني اخواتي نفس التهم حتى المغنية المعروفة المجموعة ديالهم كانوا متهمين بالاتجار بالباشر ما غاديش نساو على انو المغنية المعروفة كانت كتصيفة بنات بنات كتصيفتهم للمشاير وللفنانين والخوان جاء انهم يمارسوا معهم ويصوروا لها ويصفتوا لها وشفنا كونفرساسيون اخواني اخواتي وهاد شي ما غاديش نتاوه وما غاديش نسكتو عليه واكيد العصابة كاملة خاصة تاخد الجزاء ديالها احنا ماعدناش بطبيعة الحال ماعدناش حساب شخصي مع المغنية المعروفة احنا بغينا كل واحد يدي الحقة دياله كل ناس وسياء امام القانون لانو القضاء اللي ادان ديكسيدة وادان خطوب وادان باقي الاطراف في الملف ماشي احنا اللي 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 حكمنا عليها ماشي احنا اللي حكمنا عليها بالحفز وانما القضاء اللي حكمنا عليها بالحفز ولازم اننا نقوم تبعينا القضية دي الى اخر نقطة اخواني اخواتي وهذا وكذلك الملف ديال الدكتور التازي فما تبخلوش عنا غير باللايكات كترو التعالق اخواني اخواتي باش الفيديو وصل بزاف ديالناس لانو القناة كتتعرض للسينيال اخواني اخواتي بغاوي سكتوا شوية بغاوي سكتوا الصوت الحق لكن ربنا صرنا ولله الحمد بيكم اخواني اخواتي احنا كينين خليتلكم الراحة نتلقى في فيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة